درواتي مشاهدينا خلينا نسيب حضراتكم مع موجز الأهم الأنباة فضل يدي شكرا لك من أتى ساعة صباحا بتوقيت القاهرة السابعة بتوقيت جرينيتش موجز الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم تفقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي الموقف التنفيذي للأعمال بمشروع المتحف المصري الكبير في إطار التجهيز للافتتاح الرسمية وقال رئيس الوزراء أن هناك حرصا شديدا خلال الفترات الماضية على متابعة أدق التفاصيل خلال تنفيذ مختلف الأعمال الإنشائية والهندسية وتنظيم قاعات العرض للقطع الأثرية كما قام مدبولي بزيارة المتجر الكبير الذي يقع في نطق المتحف والذي يعرض مستنسخات من القطع الأثرية المعروضة بداخل القاعات استشد فلسطينيون بعد قصف لطائرات الاحتلال روضة تأوى أو تأوي ناذحين في شرق رفحة وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية عن مصادر طبية باستشهاد طفلتين في هذا العدوان وإصابة العشرات بجروح بعد استهداف طائرات الاحتلال الحربية الروضة الواقعة في منطقة حي السلام شرق رفح جنوب قطع غزة تم الكشف في مجلس النواب الأمريكي عن تشريع يقضي بتقديم مساعدات عسكرية جديدة لإسرائيل بقيمة 17.6 مليار دولار وقال رئيس مجلس النواب مايك جونسون في رسالة إلى الأعضاء إن المجلس بكامل هيئته قد يصوت هذا الأسبوع على مشروع قانون التويل الذي طرحته لجنة المخصصات بالمجلس وكان المجلس الذي يسيطر عليه الجمهوريون قد وافق في السابق على تقديم مساعدات عسكرية جديدة لإسرائيل بقيمة 14.3 مليار دولار ولكن بشرط أن يتم دفعها عن طريق استقطاع جزء كبير من الأموال التي كانت مخصصة بالفعل لدائرة الإرادات الداخلية الأمريكية ذكر بيان مشترك أن الولايات المتحدة وبريطانيا نفذت ضربات على 36 هدفا مرتبطا بقوات الحوثي في اليمن وأشار البيان إلى أنه تم استهداف منشآت تحت الأرض تابع لقوات الحوثي تشمل مخازن أسلحة ومنظومات وقاذفات صواريخ وغيرها من القدرات وأضافت القيادة المركزية الأمريكية أنها ضمرت صاروخ كروز مضادا للسفن في اليمن كان مجهزا الإطلاق على السفن في البحر الأحمر على الرئيس السنغالي ماكي سال أنه ألغى مرسوما كان قد حدد بمجابه موعد الانتخابات الرئاسية في 25 فبراير وذلك بعد تشكيل لجنة برلمانية تحقق مع قاضيين عضوين في المجلس الدستوري يتم التشكيك في نازهتهما بشأن ملف الانتخابات جاء هذا الإعلان قبل بداية ساعات من بدء الحملة الانتخابية للإقتراع الرئاسي وأضاف أنه سيطلق حوارا مفتوحا بهدف تهيئة الظروف لإجراء انتخابات حرة وشفافة وشاملة قال رئيس تشيليا بوريتش جابريل إن ما لا يقل عن 46 شخصا لكو حطفهما بسبب حرق الغابات التي تتسعر في وسط البلاد مشيرا إلى أن عدد الضحايا سيرتفع على الأرجح هذا وتصعد الدخان الأسود فوق مناطق كبيرة من إقليم فالبراسيو الذي يقتنه ما يقرب من مليون نسمة في وطس تشيلي بينما يبدل رجال الإطفاء جهودا مضنية لإخماد نيران بالمنطقة باستخدام طائرات هليكوبتر وعربات الإطفاء وقالت وزيرة الداخلية كالورينا توها إن عدد الحرائق المستعرة في أنحاء البلاد بلغ 92 وهو ما أدى إلى تضرر أكثر من 43 ألف هكتار تجاوز إجمالي عدد زائري معرض القاهرة الدولي للكتاب في نسخة الخامسة والخمسين خلال عشرة أيام من استقبال الجمهور إجمالي عدد زائري بكل أيام المعرض العام الماضي ووصل عدد زائري معرض أمس السبت نحو 305 ألاف من و185 زائرا ليصل بذلك إجمالي عدد الزائرين حتى الآن إلى 3 ملايين و808 ألاف و624 زائرا يذكر أن دورة الخامسة والخمسين من معرض القاهرة الدولي للكتاب تستمر حتى 6 من فبراير بمركز مصر للمعارض الدولية ورياضيا تأهل منتخب جنوب إفريقيا إلى دور النصف النهائي لبطولة كأس الأمم الإفريقية بعد فوز على كاف فردي بركلات الترجيح بنتيجة 2-1 في مباراة التي جمعتهما في ختم منافسات الدور الربع النهائي وانتهى الوقتان الأصلي والإضافي للقاء بالتعادل السلبي بين المنتخبين لتتجه المباراة إلى ركلات الترجيح التي انتهت لصالح منتخب جنوب إفريقيا بعد التألق اللافت لحارسه رونان ويليامز الذي نجح في تصديل أربع ركلات ترجيحية ومنح منتخب بلاده تذكرة التأهل لدور النصف النهائي ختم مجزء التاسعة فاصل ونعود لحظاتكم استكمال بقي فقرات صباح الخير يا مصر